انت تعرف اننا ممكن نستخدم الاشعاع الصادر من الاجسام المختلفة في حاجات كتير الاشعاع الصادر من الاجسام المختلفة ده اقدر استخدمه في التصوري الحراري اقدر استخدمه في البحث الجنائي والادلة الجنائية ليه؟ لان بيبقى الاشعاع الحراري للجسم فترة حتى لو تركت المكان يعني انا ممكن احلل المكان واشوف تأثير حراري ليه وبالتالي بالتصوري الحراري اقدر استخدمه في علم البحث الجنائي اقدر استخدم التصوري الحراري في الطب وده مستخدم كتير جدا في اكتشاف الاورام وعلم الاجنة اقدر استخدم الاشعاع الحراري في التطبيقات العسكرية زي اجهزة الرؤية الليلية عشان اقدر اشوف الاجسام المتحركة في الظلام انا بعمل تطبيقات عسكرية عايز اشوف حاجات بالليل وتتحرك وبالتالي هستخدم الاشعاع الصادر من الاجسام حراريا انت تعرف اننا ممكن اصور سطح الارض في مناطق مختلفة بناء على اشعاع الجسم الصادر وبالتالي اقدر احدد مصادر السروة الطبيعية على سطح الارض وده بيستخدموه بيستخدموه في الاقمار الصناعية واجهزة القياسة المحمولة والاجهزة الارضية وده بيسموه تقنية الاستشعار عن بعد وبالتالي تطبيقات الاشعاع الصادر من الاجسام تطبيقات كتيرة بنستخدمها في حياتنا اليومية